قرابة عقد ونصف من حظر التجوال الليلي تشهده مدينة سامراء حيث تنعدم الحركة قبل الساعة الثانية عشر ليلة بأمر من القوات الأمنية فيها ولأن الحياة بدأت تدب في شوارع سامراء بعد عودة الأمن لذا طالب مواطنون برفع الحظر عن مدينتهم نعاني من مسألة حظر التجوال أكيد اليوم حظر التجوال هو يأثر تأثير مباشر على الاقتصاد بالمدينة يأثر على الكثير من الأعمال اللي ممكن أنه يقوم بها المواطن اليوم ادخلوا مدينة سامراء ضمن موسوعة جينس للأرقام القياسية كأطول فترة حظر تجول تفرض على مدينة هكذا قال أحد أعضاء مجلس صلاح الدين مستهجنا قرار القوات الأمنية باستمرار حظر التجول ليلا مشيرا إلى عزم المجلس مناقشة الموضوع في جلساته المقبلة أنا أعتقد المفروض يدخل في سجل جينس الأرقام القياسية بصفة أطول حظر يفرض على مدينة في العالم ما أعتقد فرض حظر على مدينة في العالم كما فرض على مدينة سامراء أنا أتوقع أنه يعاد طرحه في الجلسة القادمة أيضا بمشاركة القادة الأمنين في المحافظة عموما قلة المعدات اللوجستية من أجهزة السونار والكينين إضافة إلى قلة عدد المفتشات من النساء كلها أسباب تحول دون تمكن قيادة عمليات سامراء رفع حفر التجول ليلا حسب تعبير قائدها لا تتوفر الأجهزة الكافية لأجهزة السونار ولا تتوفر حقيقة مفارز الكينين الكافية ولا تتوفر حقيقة المفتشات من قبل الدفاع والداخل التي لها القدرة على التواجد ليلا في النقاط الرئيسية وبالتالي هذا حقيقة يسبب إعياء وضغط كبير على القطعات وإن اختلفت أسباب حظر التجول ليلا في سامراء فالمحلات التجارية والأسواق ما زالت تغلق أبوابها عند الساعة الحادية عشر مساء حيث يأمل السكان رفعه قريبا لإنعاش حركة المدينة اقتصاديا من محافظة صلاح الدين سجاد حكمة الحرة